مغاربة الداخل المتحكم فيها الحمد لله ولكن الحالة الوبائية التي نعيشها على المستوى الدولي والتي تظهر وكاتخلقنا واحد للقلق اليوم كيظهرنا المتحور اوميكرون في مدينة الضربية والتي لاحظنا بعد التحريات والاجراءات اللي قاموا بها الفرق بل الهم تضح ان هذا المتحور هذا غير وافد فهو يقتنوا بمدينة الضربية وناتج على تحور في نفس المدينة ولهذا خاصنا نتعاملوا معها بحضار كيف كان عارفوا ان اوميكرون اليوم هو سريع انتشار على المعطيات العلمية اللي حد الساعة كانت توفروا عليها لانه ما زالوا كيحيطوا واحد الغموض وما خاصناش نتصرعوا في الحكم دينا بسرعة فكينبقى ولا بداعلى واحد درجة ديالله قضاء عالية لانا اوميكرون كيف السرعة انتشار ديالله جوجتال ثلاثة مرات اكثر من الدلطة والايماتة ديالله لحد الان كيقولوا هي ضعيفة ولكن خاصها شوية ديال الوقت باش نحكموا عليها اكتر فا اكتر شنا هما السبيل اللي كي بقى لنا باش نبقى حافظين على هاد المكتسابات ونحفظوا البلد ديالنا ونمنعوها من هاد المشاكل ومضاعفات اللي تطور خاصنا نبقى على الاجراءات الويقائية لان اجراءات الويقائية لا من استعمال الكمامة وضروريغ سنستعمال الكمامة هي الكمامة هي من الوسائل اللي هي ناجعة ما كاتعرف لما هو تحوير ولكن ما بغى يكون النوع دياله كين كلها تصدالي ثانيا انه كين علميا تبثات ان المناعو بالليقاح كين كلها تتعزز بخمسة وسمعمية اكتر وخي كل المتحوير ولهذا خاص الناس اللي مازال ما تلقحوش يتلقحو والناس اللي خصوهم يدروا الجرعة الثالثة خصوهم يبادروا مشو يدروا الجرعة الثالثة باش يحافظوا على رأسهم من المضاعفات ديال الوميكرون ولا قدر الله Neither تلمود لما تلمو ضعفات ديال الدلتا ثالثا كذلك انه الدراسات التي دعناها في المغرب والتي بيناتنا ناغق عقسام لكن اليوم يلاقبطني العدد ديالناس اللي هو في حالة الحريجة كين الناس اللي هم لملقحنش خمسين في المئة وخمسين في المئة تلاحظوا ملقحن ولكن تجاوزوا 6 شهور ولاحظنا بأن من ضمن الناس اللي لملقحنش عندهم الخطورة السادل مراتس ك 받아 Weight ولهذا شنو كي بقنا كحل في وقت لمازال ما كينش أدوية لي هي مضادة للكوفيد مباشرة هاد اللقاح هو السبيل الوحيد ولهذا من هاد المنبر وهي بالمواطنات المواطنين أنه يسارعوا يبدرو باللقاح ديالهم باش نحافظوا على رأسنا ونحافظوا على المكتسبات ديال بلادنا